بعد توصيف هذا الصراع وطبيعة هذه العلاقة دكتور ناصر أي تأثير لمسار هذا الصراع على منطقة الشرق الأوسط ولو بشكل ملامح يعني الحقيقة الصين عندها قضيتين في الشرق الأوسط أولا هي الطريق إلى أوروبا هي الطريق إلى أوروبا لا يوجد طريق آخر بالنسبة لها إلى أوروبا أفضل من الشرق الأوسط برغم كل مشاكل هذا الطريق ثانيا هي المصدر المستقبلي للطاقة موضوع الطاقة التي تحدثنا به أنا وأنت كثير يعني الطاقة الآن في طريقها إلى الانتهاء كلعبة أو كورقة يملكها الشرق الأوسط أو ما تبقى من الشرق الأوسط